إلى فرنسا الآن حيث مضى يوم النصر وبدأ يوم العمل بالنسبة للرئيس الفرنسي المنتخب إمانويل ماكرون فإلى أن يتسلم مقاليد السلطة رسميا من الرئيس المنتهي ولايته فرنسوا أولوند وما بعدها يدرك ماكرون أن أمامه ستكون تحديات وعقبات عليه التغلب عليها والتعامل معها بحنكة يفتقد إليها بعض الشيء ومن تلك التحديات على سبيل المثال للحصر الانتخابات التشريعية المقبلة والمعود المتعلقة بتحسين الاقتصاد وأخيرا وليس آخرا إعادة اللحمة للفرنسيين بعد أن أقر ماكرون بانقسامهم خلال الحملة الانتخابية الضارية التي خاضها مع اليمين المتطرف أيام قلائل ويتربع أمانويل ماكرون رسميا على رأس هرم السلطة في فرنسا لكنه يحتاج لقاعدة برلمانية ليستطيع حكم البلاد خطواته البروتوكولية الأولى كرئيس منتخب جاءت إلى جانب الرئيس الاشتراكي المنتهي ولايته فرنسا هولاند وضعا إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول في ذكرى انتصار الحلفاء على النازية ظهر الرجلان معا للمرة الأولى منذ استقالة ماكرون من حكومة هولاند وتأسيسه حزب إلى الأمام وترشحه للرئاسة وصف الاشتراكيون ما جرى حينها بطعنة في الظهر لكن اليمين وصفها بالتضليل معتبرا ماكرون امتدادا لسياسة الاشتراكيين لا هو لم يخني بنا طريقه إلى جانبي ثم من دوني أتمنى أن يستطيع بناء إجماع حوله لأن التحديات التي يواجهها في عالمنا اليوم كبيرة لكن تأسيس إجماع حول ماكرون لن يكون سهلا فالنقابات العمالية التي تظاهرت في الأول من مايو رفضا لوصول مارين لوبين مرشحة اليمين المتطرف للسلطة تحولت اليوم إلى التظاهر ضد ماكرون في تحذير له من تطبيق برنامجه الاقتصادي الليبرالي الذي يعتبرونه معاديا لمصالح العمال حصل ماكرون على أكثر من 66% من الأصوات لكن ذلك لا يشكل غالبية حقيقية فواحد من كل ثلاثة فرنسيين إما قاطع الانتخابات أو صوت بورقة بيضاء وهو ما يذكر بمهمة توحيد الشارع المنقسم التي أقر ماركرون بوجوب التعامل معها العدد الكلي هو 47 مليون من الناخبين منهم طبعا 22 مليون صوتوا لصالح المرشح ماركرون ما يموازي 33% من الأصوات فيما امتنع 10 مليون من التصويت وذهبت 4 ملايين من الأصوات إلى كصوت أبيض و11 مليون وهذا أمر ملحوظ لأول مرة بتاريخ الجنفة الوطنية 21 مليون ذهبت لصالح المرشح 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 يستقيل ماكرون من رئاسة حزبه قبل تسلمه لمقاليد الحكم الأحد المقبل وسيختار رئيس وزراء لتشكيل حكومة سيضطر على الأغلب لتغييرها بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية استطلاعات رأي تعطي حزب ماكرون إلى الأمام الصدارة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الشهر المقبل لكنها لا تتوقع حصوله على غالبية برلمانية مما سيجبره على نسج تحالفات لم تتبين ملامحها بعد عز غريب اسكانيوز عربية باريس ينضم إلينا الآن من باريس نائب مدير مبادرة الإصلاح العربي سلام الكواكبي مساء الخير سيد السلام مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار قبل الحديث عن التحديات والعوائق التي تواجه السيد ماكرون هذا النصر غير مكتمل قبل أن نعرف نتائج الانتخابات الشهر القادم وهي ستقرر الكثير بالنسبة للسيد ماكرون أمامه مهمة حجد قاعدة شعبية إقامة تحالفات غير سهلة إلى أي مدى برأيك سينجح في هذا الشهر أو شهر ونصف المتبقية في القيام بهذه المهمة الصعبة يعني كما تفضلت فهو يفتقد الخبرة السياسية ولكن لا تنقصه الحنكة السياسية وحنكة التعامل مع مختلف الأطراف أعلنت بعض الأسماء المهمة في حزب الجمهوريين كما في الحزب الاشتراكي استعدادها للتعاون معه لديه من المقربين مثل ألان جيبي ودوميك دوفيلبان وهما من دعامات رجالات الدولة بالمعنى الكلاسيكي إذن سيحاول إيجاد هذا التوازن الذي سيكون دقيقا جدا وخطيرا جدا إن لم ينجح في إنجازه سيفاوض نقابات العمال لأن نقابات العمال بدأت بالغذاء به قبل أن يتعشى بها كما يقولون وبالتالي فهو محتاج للحفاظ على مكتسباتها الاجتماعية وهي حريصة جدا على عدم التفريط بأي مكتسبة اجتماعية حتى لو كان وهميا وبالتالي العلاقة مع النقابات ستكون علاقة شد وحل سيكون هناك نوع من التوتر الذي سيحاول أن يديره بحنكته الاقتصادية وليست سياسية حتى الآن أين تكمن أبرز العوائق في طريق السيد ماكرون قبل الانتخابات القادمة في منتصف الشهر الجاية أهم شيء هو اختيار الوزراء ورئيس مجلس الوزراء سيكون له دور أساسي في خوض الانتخابات وفي إرسال رسائل تطمين أو حتى تخويف لمنافسيه أو لمن يحاول أن يتصيد له الهنات وهم كثر يمينا ويسارا ووسطا وكل أطراف ميلونشون يهدد وهو يمثل اليسار المتطرف الذي يستقطب أيضا بعض اليسار التقليدي والحزب الشعي الفرنسي يتقرب من النقابات ميلونشون ويحاول أن يحفز النقابات ضد ماكرون أعتقد بأن خوض ماكرون الحملة الرئاسية كان صعبا ولكنه ليس بصعوبة ما يسيلي هذا الانتصار لأنه سيواجه فعلا مجتمعا تقليديا متمسكا بمكتسباته ومتمسكا بطريقة التعامل التي طالت لمدة عقود مع الحكومات السابقة أيضا على السيد ماكرون أستاذ سلام وأعوان السيد ماكرون بناء هذا الحزب السياسي أو القوة السياسية الجديدة الآن الحركة التي تزعمها وهي حركة جديدة وغير معروفة كثيرا أصبحت بشكل تيار أسمها الآن الجمهورية إلى الأمام وكما فهمنا اليوم هناك نية لتقديم مرشحين في كل الدوائر في الانتخابات التشريعية القادمة 577 مرشح سيأخذون هذا السباق عن حركة الجمهورية إلى الأمام إلى أي مدى سينجح السيد ماكرون ومن حوله بتحويل هذه الحركة التي أوصلته إلى الإليزي إلى قوة سياسية يعتد بها في فرنسا اليوم أعتقد أن الانتخابات ستكون الحكم في هذا الموضوع سيتقدم فعلا 577 مرشحا ومرشحة عن مختلف الدوائر من انتماءات مختلفة رأينا اليوم مثلا سيناتور اشتراكية ترشح نفسها على قائمة ماكرون رأينا أيضا نائبة من حزب الجمهوريين ترشح نفسها على قائمة ماكرون فهو سيعتمد أيضا على تفسخ وتفتت اليمين كما اليسار التقليديين اليسار تفتت ويمكن أن يعاد تشكيله اليمين الآن في صراعات وتجازبات قوية هناك تهديد من باغوان لأحد ميسيو لومير الذي صرح بأنه سيتعاود مع ماكرون وهو من عتاة الجمهوريين فهدده الرئيس القائمة الجمهورية بأنه سيخرج إذن من الحزب يعني ماكرون سيعتمد على المفاوضات ولكن على الانشقاقات أيضا ستسانده هذه الانشقاقات وهذا موضوع خطر فربما سيسيء لسمعته إن هو استفاد من تفسخ الأحزاب التقليدية أو سيكسب تماما من خلال بقائه على الحياد وامتصاصه للصدمة واجتزابه للرموز التي ما زال الفرنسيون يحفظون لها بعض الود أو بعض العرفان بالجميل كونها لم تكون كما مثيلاتها من الشخصيات السياسية التي خاضت إما في الفساد أو خاضت في الركود وهو أهم شيء في فرنسا الركود أصاب فرنسا منذ 1988 حتى الآن لم يوجد مشاريع ضخمة لم يوجد إصلاحات مهامة ماكرون يعيد بكل هذه الأشياء وهو يعتمد أساسا على محور فرنسا ألمانيا الذي سيساعده كثيرا ولذلك قيل اليوم بأنه سيعتمد كثيرا على اتصالاته ليس فقط الداخلية لتشكيل الحكومة وإنما أيضا على اتصالاته الخارجية وخصوصا الأوروبية أشرت أستاذ السلام إلى الانشقاقات داخل الأحزاب التقليدية أين سيستفيد أكثر السيد ماكرون من الانشقاقات في المعسكر الاشتراكي أم في معسكر اليمين برأيه أعتقد بأنه سيحاول استفادة من الطرفين الأسماء موجودة وهناك كثير من الترشيحات الآن تطرح هناك أسماء قوية من اليمين كما هناك أسماء قوية من اليسار يعني ما يسمونهم بفعلة اليسار أعلنوا تأييدهم لمكرون ومن أهمهم وزير الدفاع ورئيس الوزراء الحالي كما عمدة مدينة اليون حيث حاز مكرون بفضله على أكثر من 88% من أصوات المدينة هناك من الطرف اليميني أيضا عدة شخصيات كما ذكرت قبل قليل أيدت مكرون واعتبرت نفسها ووجدت نفسها في مشروعه فهو أظن لن يميز بين الطرفين هو سيبحث وهذا ما هو نصح به سيبحث عن الفاعلين من الطرفين وليس فقط رموز لا تفعل أو لا يكون لها نتائج إيجابية تساعده على خوض التشريعيات بطريقة فعالة شكرا جزيلا لك الأستاذ السلام الكواكبي نائب مدير مبادرة الإصلاح العربي كان معنا مباشرة من باريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر